ينمو الوطن بأياد المبدعين ويزدهر بعقولهم وإنجازاتهم وبما يحققوه من تقدم ونجاح يضاف إلى سجل نجاحات المملكة يسعدنا أن الصديف في السوديو، المخترعات، سلوة الغامدي، جمانة سيف ومجد الصيني هياكم الله جميعا الله يخلي طيب، خلونا نبدأ أولا نتعرف على الفكرة فكرة الابتكار اللي ابتكرتم أولا نحب أو شيء نبدأ باليوم الوطني شكرا للاستضافتكم هنا لنا شرف كبير لنصرها نهلنا الشاب والملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان على ذكرى العظيمة لهذا اليوم ونشكر فضلهم ثاني شيء حين طالبات من جامعة الملك عبد العزيز تخرجنا الحمد لله سنة الفاتحة 2020 وكان مشروعنا عبارة عن وهو عبارة عن تطبيق جوال يعمل كمنصة ألعاب يساعد في عادة تأهيل مصر الكاحل في نفس الوقت يربط بين الأخصائي لعلاج الطبيعي والمريض في نفس الوقت فكحلقة تواصلنا طيب خلونا نتعرف أول حاجة كيف بدأت الفكرة خلونا نقول إيش شرارة الفكرة اللي بدأت مين ممكن يجاول الفكرة صراحة بدأت في البداية كنا في البداية يعني نحاول نلاقي مشكلة في الحياة نلاقي لها حل تقني ممتاز فكنا ننظر في أكثر من مجال فحاولنا ننظر حولنا في الدائرة حولنا فكان في هذه المشكلة أن الجمانة نفسها كان عندها إصابة في نفس الكاحل فواجهت مشكلة في فترة عادة تأهيل كمان من أهلنا كان فيه برضو نفس المشكلة فقلنا ليش مو نلقى لها حل هذا بحل تقني يعني يساعد الناس أن تكون هذه الفترة سهلة وحلو أنهم يسوون في هذه التحيط ممتاز يعني أنتم خلين نقول طبقتم المثل الحاجة أو من الاختراع فكان فيه احتياج لهذا الشيء فابتكرتم الموضوع بالضبط طب خلونا نتكلم عن خدمة هذا الاختراع بالضبط يعني نبغى نحدد الفئات اللي بيخدمها هذا الاختراع تمام هذا الاختراع بيخدم المصابين من فينا ما جاته إصابة أو يعرف صديق له جاته إصابة أو أحد في أهل جاته إصابة فهذا التطبيق كان يخدم الناس اللي بتواجه صعوبة في أنها تلتزم في مرحلة العلاج بالذات آخر مرحلة من مرحلة العلاج لما أن الدكتور بيقول لك خلاص سوي هذه التمارين في البيت عشان خلاص تكمل مرحلة العلاج فأغلب الناس بيتكاسلوا أو بينسى وما بيكملها فهذا التطبيق بيخدم هذه الشريحة أو هذه الفئة من الناس ممتاز طيب خلونا كمان ننتقل لمجد نتحدث عن المسابقة اللي شاركتم فيها إيش هي المسابقة كيف كانت المشاركة مع الفرقة الأخرى كانت هي عن بعد وقت جائحة كورونا كانت مسابقة سيول للاختراعات 2020 فشاركنا فيها عن طريق المشرف حقتنا عنه اللي وسطنا أن نشارك فيها ممتاز طيب بالنسبة للتطبيق خليني أسألكم هل تم تفعيله على أرض الواقع اشتغلتم عليه جربتم التطبيق هذا لسه ما سونا يعني هو كان بس فترة الجامعة كان كمشروع تخرج بس إن شاء الله بنفكر في المستقبل نسوي دراسة جدوى وإذا اكتشفنا أنه مثلا المستشفيات أو مراكز إعادة التأهيل في حاجة لتطبيق زي كده يعني ممكن إن شاء الله نسويه إذا لقينا الدعم الكافي ممتاز طيب انتقل إلى سلوى إيش المراحل القادمة اللي بتطمحون يعني الوصول إليها من خلال التطبيق في عندكم أفكار مثلا مرحلة ثانية ثالثة لهذا التطبيق أكيد هو التطبيق كله عموما يشمل كل مفاصل الجسم مو بس الكاحل إحنا بدأنا بس في الكاحل باست على استبيان نشرنا وكان المفصل الكاحل أكثر مفصل يعني يتعرض في الناس الإصابة فممكن يكون يشمل كل المفاصل في الجسم مو بس هذا المفصل يعني وينتشر يكون تطبيق فعال إن شاء الله نعم الآن نشوف بعض اللقطات الخاصة بالتطبيق يعني لو فيه ممكن شرح تشرحوا لنا هنا كان في البداية السنسور زي ما هو موضح مربوط في الجهة أو في الرجل التطبيق يقرأ حركة القدم هذا كان في البداية كان تست قبل لا يبدأ يلعب اللعبة والتمارين فكان بس التطبيق يتأكد من أن القراءة صحيحة للقدم هل هي صحيحة ولا لا فشوف ترفع القدم فيقول له يرفع قدمك لما يقرأ القراءة الصحيح يقول تمام فيبدأ ينزل رجلة وزيك يعني يتأكد من قراءة الصحيحة نعم نتكلم عن الصعوبات اللي ممكن تواجه المخترع من خلال ابتكاركم لهذه الفكرة والابتكار يعني إيش أبرز الصعوبات اللي واجهتكم حقيقة كان من أصعب الأشياء أن المشروع كان فكرة كبيرة شوي فكرة المشروع كانت تحتاج أكثر من مجال كانت تحتاج متخصصين في مجالات عديدة زي مثلا منتخصص في العلاج الطبيعي كنا نحتاج خبرتنا منتخصص في الهندسة عشان يهندس الجهاز اللي استخدمنا فكان الموضوع كبير ومجالات كبيرة لكن الحمد لله الجامعة ساعدتنا ودكتورتنا مشرفة لنا كانت أستاذ الدكتور الأمياء الرفاعي ساعدتنا كثير وقفت معنا كثير حقيقة حتى القاداتنا ما قصروا الملك سلمان وولي أهد محمد بن سلمان ووفروا السبل العديد لأنك توصل لهذه المرحلة الجامعة كانت مساعدتنا كانوا مساندين أهلنا في كل شيء الحمد لله نعم جميل جدا طيب خلينا ننتقل إلى أخت مجد نتحدث عن المساعدات ذكرت ممكن سلوى بعض المساعدات مثلا من أستاذتكم خلينا نتحدث بالتفصيل عن المساعدات هذه يعني كيف ساهمت في أن تحققوا هذه الفكرة وتطلع يعني على أمام مرأة الناس طبعا أي صعوبة كنا نواجهها كنا نرجع لها فيها سواء من يعني لو محتجنا نكلم ناسا وخبراء كانت هي يتوجهنا لهم وتوجهنا للشيء الصحي اللي نسويه وتعطينا يعني أفكار جديدة وتوجهنا نعم وهذه فائدة أنه يكون يعني أشخاص في العملية التعليمية يدعمون الاختراعات ويدعمون الطلاب طيب خلينا أوجه سؤال الأخير لك جمانة نتحدث عن المخترعين أبغى أكون مخترع أنا كطالب كيف ممكن أصير مخترع وهل مثلا في خلينا نقول طرق معينة خطط معينة لازم أتبعها لازم تفكر بر الصندوق دائما تفكر بر الصندوق دائما تفكر إيش في مشكلة ممكن أحلها إيش في مشكلة ممكن أنظر لها بزاوية أخرى عشان أجب لها حل جديد ممتاز ممكن لخصتي الفكرة بصفة عامة أنه الإنسان يشوف حاجات الناس ويبدأ يحاول يخترع شيء جميل أنا حقيقة أشكركم جزيلة شكرا على تواجدكم معنا وعلى إبداعكم نتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التفوق شكرا على المرسل شكرا جزيلا للضيوف في الاستوديو معنا ونتمنى إن شاء الله اللهم التوفيق